أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الحرصة على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في ظل اهتمام ودعم ملك البلاد المعظم وأخوه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بمعالي الدكتورة مريم بن سبحاند المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مجالات البلديات والزراعة والأمن الغذائي والثروة البحرية إلى جانب مناقشة تطوير المرافق والخدمات البلدية وتبادل الخبرات الثنائية بين البلدين كما بحث الوزيران تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الأمن الغذائي والعمل البلدي إضافة إلى الاستفادة من المركز الدولي للزراعة الملحية وأشار وزير شؤون البلديات والزراعة إلى أن مملكة البحرين نفذت عدة مبادرة في مجال البلديات والأمن الغذائي كما وسعرض المبارك تجربة مملكة البحرين في تنفيذ خطة التشجير مؤكداً أن البحرين استطاعت خلال العام الماضي أن تحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها في مجال التشجير من جانبها أشادت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات بجهود مملكة البحرين في مواصلة تبني المبادرات التي تكفل استدامة تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القطاع البيئي مؤكداً الحرص على تطيل الشراكة مع المملكة في ملف التغير المناخي متطلعة إلى تعزيز أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في هذا المجال